السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحل مع اخر الاخبار و اخر المستجدات الفريق ديال الحموشي تبارك الله عليها الاخوان استطاع انه يقرقب على جاسوس جزائري الجيش المغربي يطوق مدينة القويرة المغربية بقو معي الاخوان شوفوا تفاصيل ديال هذا الموضوع دائما كنتمنى منكم الدعم باللايك والبرتاج وكذلك بالاشتراك وهذا فضلا وليس امرا باش ندعموا القناة لانها كتتعرض البلاغات كاذبة من طرف الدوباب الالكتروني الجزائري ودائما تحت شعار الوطن المالك والصحراء مغربية الصحراء في مغربية و المغرب في صحراء هو العزاء للحاقيدين على بركة الله سندخلوا صور بالموضوع اخواني اخواتي الجارة الشرقية الجارة العدوى والاوراق من اللي لقات باللي مكنش منفذ للمملكة المغربية انتصارات بالجملة هنا غدي ترسل لنا واحد الجاسوس اللي تبارك الله على الفريق ديال السيل حموشي اللي قرقبوا عليه هنا هاد الجاسوس اللي كيتقال عليه هو اعلامي واللي يدعى او اسميته محمد يحيى بن سالم هادا الاخوان دخل السيادة المغربية هادا دخل المملكة المغربية وهو عنده جنسية جزائرية وهو عضو في البوليزارو الانفصلي البوليزارو الارهابيين ودخل معه واحد الوفد اسباني يعني استرغل الوفد الوفد الاسباني للمملكة المغربية ودخل معهم في ملتقى دولي تدار في مدينة تيطوان يعني الجماعة ديال تيطوان ورئيس الجماعة ديال تيطوان اعطى واحد الدعوة الى جماعة باسبانيا والجماعة بالبرتغال هاد المرتزق هاد الانفصلي هاد الارهابي هاد العنصر الاخوان دخل في غرض او يعني الدخل من اجل التجسس هاد راه محاولة اختراق الاخوان يعني هاد دخل باش يختار لنا المملكة المغربية وكذلك يعني ربما كان عندهم شو مخطط اخر وكان من الممكن الاعتقال دياله من طرف المملكة المغربية لانها الاخوان كيحرض ويدعو الى القتل يعني صفحات التواصل الاجتماعي بحل تويتر بحل الفيسبوك بحل يوتيوب وكذلك هو محرض يعني كيحرض على الانفصال كيحرض على الارهاب وهو في ايداعة الوهم يعني زيادة على ذلك هو منخرض في ايداعة الوهم واللي بغينا يعني الكل يفهم ان الدولة المغربية علش مغتاق لاتش يعني هاد الانفصالي علش قامت بالترحيل دياله وان الدولة المغربية ما عندهاش علش تعتقل واحد المرتزق حاد تخسر عليه الفلوس انا هيقول الحبس المغربي يعني اللي فيه مغربة ممكن يعني ما عشو يقول له عقله ممكن يحرض المغربة من داخل السجن اللي هادا تم الطرد دياله يعني هاد الكلاب الاخوان خاصهم يتترضوا يعني بحل الكلاب يعني ما خصنا نعتقلهم هادو خاصهم يتترضوا واللي خاصنا نعرفه كاملنا الاخوان اللي خاص المغربة يعرفوا باللي احنا يرى ما كان حاربوش ميليشيات البوليزاريو وانما كان حاربو الجزائر بضباطها بجسر ديالها بالعسكر ديالها يعني كان حاربوهم من وراء السطار فقد حولت طيلة سنين هاد اللي تدعى حاديا الجزائر مع عدة دول يعني طيلة سنين الجزائر وايران معهم يعني قوى عظمى باش يخترقوا الجدار الامن المغربي ولم ينجحوا في ذلك ولهذا كانت منهم المغربة مزيدا من التعبئة لخضايا في السنة الوطنية فقد ابان المغاربة الاحرار جميعهم على الوطنية على حبهم البلادهم على دفاعهم على وحدة ترابية ولهذا مزيدا من الصبر لا شيء مستحيل بالنسبة للمغرب ولمغاربة مغاربة بلد الشرفاء وبلد الملوك هناك نقول لهذا الكابرانة العجزة شكرا جزيلا لهذا الكابرانة تلمك للخين يعني القرارات ديالهم كاملة لغابية كتمشي لصالح المملكة المغربية حررنا القرقالات نهائيا وسعنا الجدار الامني ربحنا اومبو بالغاز مجانا غيرنا الموقف الالماني من الصحراء المغربية غيرنا الموقف الاسباني من الصحراء المغربية خرجنا كذلك مصر من الموقف للحياد في قضية الصحراء المغربية كان لنا مشكل مع بعض الاحزاب الاسبانيا المعارضة للجزائر او الكابرانات يعني استعملوا معهم شيكات او ديبلوماسية شيكات والهيبات ولكن الان رجعوا سمن على عسل مع المغرب وكيستمر هاد الكابرانات كيستمروا في خدمتنا بدون مقابل والبحث عن شرعية مزيفة لتوهيم شعب الجزائري لذلك ما ننسوش بفضل قراراتهم المتهورة والمكلخة الجيش المغربي استطاع على تطويق مدينة القويرة المغربية الجزائر الاخوان والبوليزار يرجو عارفينهم متأكدين مزيان بالمخطط قد اقبرة ومن المستحيل انهم يحلموا بشي حاجة اسمية القويرة مجددا او حتى انهم يلامسوا تراب ديلها كذلك وحاليا كل املهم الان هو تأجيج الخلاف بين المغرب وموريطانيا يعني المغربة والموريطانيين وهمهم كذلك هو بقاء وضع المدينة ديل القويرة على ما هو عليه اي تبقى بحل واحد المدينة قحيلة وعدم الاستنفاع بها ولكن هذا هو الكلاخ وهذا هو الغباء وهذا هو الهبل بعينه فالمغرب قرر بالفعل وما غديش يتراجعه ما كان شي قوة منعه انه يتراجع على القرار ديله هو ان اول خطوة ديلها المغرب واللي قام بها فعلا واللي انتهت اليوم هي تطويق مدينة القويرة المغربية والرد على اي متسللك سيحاول المرور اليها كيفما كان نوعه منذ تحرير المعبر ديل القرقارات في نوامبر 2020 وكذلك منذ تأمين تدفق حركة الافراد والسلع بدأت تظهر معالم مشروع مغربي عملاق لا يوجد على الورق لكن تنزيله تجري على الارض ويرمي تحويل المنطقة من الدخلة الى القويرة الى دبي شمال الافريقية خاصة بعد تمديد الجدار الامني جنوبا وتعزيز الجيش المغربي لوجوده في 40 كم مربع وذلك بالمنطقة العزلة والقرقارات وبدأ المغربي تشيد من الدخلة الاطلسي اللي سيكون الاكبر في افريقيا وكذلك تشيد منطقة لوجيستيكية للتبادل تجاري في القرقارات ثم الحديث المتصاعد عن اعمار القويرة المدينة الساحرة وكذلك الميناء التاريخي اللي سيكون في مدينة القويرة ان شاء الله وهذا الشي اللي ما كيعرف عليه المغاربة المغاربة حاليا الاخوان كيعرفوا بلي هاد المنطقة او هاد المدينة اللي هي مدينة قاحلة هي غير مدينة او هي احد اضلاع شعار الخالد ديال المملكة المغربية واللي كنرفعه باش ندفعه الوحدة الترابية المغربية واكيد اكيد الاخون ايلا ديال واحد الاحصا يعني داخل المغرب او يعني في المغاربة كان اين اما كانوا الاحصا شكو اللي بغي يمشي يزور مدينه القويرة وشكو اللي بغي يمشي للسياحة المدينة القويرة سيجدون أن نصف الشعب المغربي يريد أن يذهب إلى هذه المدينة وأنا شخصياً كان عارف ناسك يقولوا في حالة إلى تعمرة هذه المدينة يعني قام المغرب بالإعمار المدينة القويرة يمشي و يستقر في مدينة القويرة مهم الإخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم دائماً الإخوان يعني الطلب ديالي الروتيني هو اللايك كذلك للبرتاج لأن القناة تركت عارف واحدة سقطة غير مسبوقة بسبب كثرة البلاغات وهذه البلاغات من دوباب الإلكتروني الجزائري اللي يحرضو الكابرانات و يدفعو فلوس باش يسكتوا المغاربة اللي يدافعوا على وطنهم و يدافعوا على الوحدة الترابية و كذلك اللي يفضحوا لمؤامرات ديالهم الخاوية و الفارغة دعمونا الإخوان اللايك والبرتاج وهذا كذلك فضلاً منكم و ليس أمراً شكراً للحسن المتابعة شكراً للحضور ديالكم الدائم شكراً لدعم ديالكم المتواصل و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكراً لدعم شكراً لدعم شكراً لدعم